السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله طلاب العزاء طلاب الصف التاسع في مدارس الهدي المحمدي برنامج التعلم عن بعض عنوان حصتنا اليوم في مادة الكيمياء هو القواعد مع المعلمة المنتصر تعرفنا في الحصة السابقة على الحمود خصائص هو أهم الحمود التي نستخدمها في حياتنا اليومية وكان معنا واجب يحكي نمثل بمعادلة كيميائية تأيون أي تفكك الحمود التالية أول حمود أخدناه كان عندنا هو حمود نايتريك زي ما احنا شايفين أمامنا هو HNO3 الصيغة الكيميائية إله زي ما احنا ملاحظين هو يتكون من أيون الهايدروجين بالإضافة إلى أيون آخر سالب فعند تفككه في الماء رح يعطيني أيون الهايدروجين الموجب بالإضافة إلى أيون آخر سالب إذن H موجب زائد NO3- الحمود التالي كان هو عبارة عن حمود الكبريتيك سي ما احنا شايفين أمامنا أيضاً رح يتفكك إلى أيون الهايدروجين الموجب والمجموعة الآيونية للكبريت اللي هي الSO4 سالب تنين لكن لأنه الهايدروجين موجود في المركب عدده ذرتين لذلك رح ينتج عندي الآيون أيضاً رح يكون عدده ذرتين رح نبدأ اليوم بدرسنا اللي هو القواعد رح نتعرف ما المقصود بالقواعد ما هي الصيغة المشتركة بين القواعد وما هي أهم القواعد التي نستخدمها في حياتنا اليومية سبق وتعرفنا على القواعد في الصف السادس فتعرفنا أن القواعد توجد في بعض الأطعمة اللي بتناولها بشكل يومي مثل الخيار الميرمية وغيرها أيضاً تعرفنا فيه خلال دراستنا للفصل الدراسي السابق أنه عند تفاعل الفل الزاد جميعها مع الماء ينتج عندنا مركبات قلوية أي قاعدية يعني دائماً كان يطلع عندي هيدروكسيد فمثلاً صوديوم مع ماء هيدروكسيد الصوديوم مغنيسيوم مع ماء كان يعطيني هيدروكسيد المغنيسيوم وهكذا خلونا نشوف مثال مع بعض إذن عندي الصوديوم لما يتفاعل مع الماء رح يتحد مع الجزء السالب من الماء اللي هو الجزء الهيدروكسيد اللي هو ال-OH سالب 1 فرح يكون الناتج عندنا NaOH بالإضافة إلى غاز ال-Hydrogen إذن هيد المركب الناتج هو هيدروكسيد الصوديوم أيضاً عند تفاعل المغنيسيوم مع الماء أيضاً رح يتحد المغنيسيوم مع الجزء السالب من الماء وهو الهايدروكسيد فرح ينتجهنا هايدروكسيد المغانيسيوم بالاضافة الى غاز الهايدرجين. اذا هايدروكسيد الصوديوم هايدروكسيد المغانيسيوم. لو نظرنا الى الصيغتين الكيميائيتين للمركبين الناتجين ماذا نلاحظ? رح نلاحظ ان هم الصيغتين تشترك بوجود ايون الهايدروكسيد اللي هو الو اتش سالب. تنتين بيحتوى على الو اتش. اذا هل نستطيع تعريف القواعد من هنا? اذا اكيد رح نعرفها بناء على تفككها ايضا في الماء. اذا نلاحظ انها تحتوي على ايون الهايدروكسيد السالب وهو او اتش سالب واحد. اذا القواعد هي مركبات تتأين اي تتفكك في الماء وينتج عن تأيونها ايون الهايدروكسيد السالب. او اتش سالب. وايون اخر موجب. خلونا نشوف كيف? اي المركب اللي نتج معانا قبل شوي اللي هو هييدروكسيد السوديوم. عندما نفككه في الماء رح ينتج عندي ايون الهايدروكسيد السالب او اتش سالب واحد بالاضافة الى ايون اخر موجب اللي هو ايون السوديوم. ايون سوديوم. تشوف المعادلة الثانية عندي هيدروكسيد الكالسيوم. ايضا وضعناها في الماء فاتفككت الى ايون موجب اللي هو ايون الكالسيوم بالاضافة الى ايون الهايدروكسيد السالم من خلال دراستنا للجدول الموجود عندنا في الكتاب صفحة 39 رح نلاحظ ان القواعد توجد في عدد كبير من المواد اللي مستخدمها في حياتنا اليومية وهمها هيدروكسيد الصوديوم وهو عبارة عن مركب يدخل في صناعة جميع مواد التنظيف بالاخص صابون السائل والصابون الجاف وسائل التنظيف الى اخره ايضا في عنا الامونيا او النشادر اللي بتدخل في صناعة الاسمدة ومساحيق تنظيف الحمامات عنا هيدروكسيد الكالسيوم او ما يطلق عليه بالجير المطفي يستخدم في طلاء سيقان الاشجار لحمايتها من الحشرات ايضا عنا هيدروكسيد المغنيسيوم يدخل في صناعة معجون الاسنان خلونا نتعرف مع بعض على خصائص القواعد تتميز القواعد بطعمها المر يعني بعض القواعد التي نستطيع تذوقها مثل الميرامية مثلا لو تذوقناها رح نلاحظ ان طعمها مر ايضا ملمسها ناعم صابوني لذلك تدخل في صناعة مساحيق التنظيف جميعا لا يمكن تذوق بعض القواعد لانها كاوي ايضا في عندي قواعد كاوي مثلا عندي هيدروكسيد السوديوم اللي بيدخل في صناعة مواد التنظيف لا نستطيع تذوقه ابدا لانه قلويته عالية وحارق الجلد ايضا عند اذابتها في الماء ينتج عندنا ايون الهايدروكسيد وتغير القواعد لون ورقة تباع الشمس الحمراء الى زرقاء وتوصل محالي لها التيار الكارباي لانها عند تفككها ايضا ينتج ايونات فمثلا عندي لو كان عندنا قواعد قوية او ضعيفة فهي على الحالتين رح ينتج عندي ايون الهايدروكسيد يعني هيدروكسيد الامونيوم وهو من القواعد الضعيفة لكن عند تفككه في الماء رح يعطيني هيدروكسيد ايون الهايدروكسيد بالاضافة الى ايون الامونيوم الموجب هنا عندنا بعض الهايدروكسيدات القوية اللي هي هيدروكسيد السوديوم هيدروكسيد البوتاسيوم وهيدروكسيد الباريوم أيضا عند تفكوكها راح تعطينا كمية عالية أو كبيرة من الهايدروكسيد لذلك راح نلاحظ أنه في عندي فرق في إضاءة المصباح فالقواعد القوية إضاءة المصابيح فيها عالية جدا مقارنة بالقواعد الضعيفة هيك حصتنا اليوم خلصت علينا واجب لتمثل بمعادلة كيميائية تأيّن أي تفكك القواعد التالية أنها هيدروكسيد البوتاسيوم وهيدروكسيد المغانيسيوم انتهت حصتنا لهذا اليوم دمتم بخير مع السلامة